موسيقى ففطر الأضافر هو جد منتشر لأنه مرض ميكروبي ميكروبات التي تكون على سطح في الأرض التي تكون رطبة ونواتها السخونية فهذه الأراضي مثلا مثلا لبيسين مثلا نلقوها أيضا في الحمامات فتكون جد منتشرة وكتشكل السوسة التي نعرفها التي تسوس الأضافر فهو مرض ميكروبي الذي لدينا علاجات وعلى علاجاته قد نحصل على أضافر جيدة وكتشكله تماما من هذا الميكروبي إذن ليس مرض مزمن الذي سيشكل واحد العائق سنوات قد نتغلب عليه في طرف ست شهر الأدوية تكون مسألة مزيانة بالنسبة للمسائل الوقائية للفطريات الأضافر فهي أولا الجودة للحداء الذي كان يلبسه يعني يجب أن الحداء الذي كان يلبسه نهار كامل يجب أن تكون جودة وكتشكله لأنه يجب أن تكون هذه الفطريات وكتشكله ويجب أن تصاب بهم في الأرجل هذا شيء مهم ثانيا أنه يجب أن ننبسه أحدية ويجب أن تكون في اللابيسين أو في الحمام هذا شيء مهم أيضا وثالثا أنه في أي علامة سفرار الأضافر يجب أن نستشر الطبيب لكي نبدأ الدواء في أقرب مدة ممكنة كانت الكثير الإشهارات نشاهدها اليوم في الصفحة المواد وأدوية التي تعطي نتيجها في ضرف أسبوع أو ثلاثة الأسابيع سوف تتخلصوا من الأضافر فهذه إشهارات لا يوجد أساس لأن الأضافر الأضافر وفحوصات وفحوصات عادة تستعملوا الدواء التي يكون مناسب بالنسبة للفطريات وخصها أيضا وحتى تتبعوا على حسب الدواء التي نعطيها ترجمة نانسي قنقر